الزميلات والزملاء الأعزاء نواب شعب مصر إن التوترات التي يشهدها الشرق الأوسط ومصر في القلب منه قد تصاعدت وطيرتها وتنامت حدتها بشكل لافت للنظر في الآونة الأخيرة فالمنطقة تقع بين براثن تسويات سياسية مأزومة وصراعات أهلية ونزاعات مسلحة تعصف باستقرار الحياة لملايين البشر وعلى المجتمع الدولي أن يفطن إلى أن استمرار الأوضاع بالمنطقة على هذا النحو سيلقي بظلال قاتمة ليس على المنطقة فحزب بل ستمتد لتخيم على العالم أجمع ومن يراهن على جغرافية رُقعة الصراع ومحدودية آثاره خاسرٌ لا محالة ولا مراء أن العالم في الوقت الراهن يدفع ثمن محدودية مساعيه لرأب الصدع بين دولة فلسطين ودولة الاحتلال الأمر الذي أدى إلى اتساع رُقعة الصراع ونشوب توتراتٍ مُقلِقة بالبحر الأحمر إنعكست بالسلب على حركة الملاحة العالمية وبالتباعية سيكون لها آثارٌ اقتصاديةٌ معقدة إن طال أمدُها في وقتٍ ما زال الاقتصاد العالمي يعاني من تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية يُهيب مجلس النواب المصري بالمجتمع الدولي اتخاذ موقفٍ حازمٍ للحفاظ على السلم والأمن الدوليين من خلال الإنهاء الفوري للحرب الدائرة ضد الشعب الفلسطيني الزميلات والزملاء الأعزاء نواب شعب مصر تابعت منذ أيامٍ قليلة مُجريات جلسات محكمة العدل الدولية بمناسبة نظرها الدعوة المقامة من دولة جنوب أفريقيا ضد دولة إسرائيل لإدانتها بارتكاب جريمة إبادةٍ جماعية أثناء الحرب التي تشنُّها على قطاع غزة بالأراضي الفلسطينية المحتلة واسترع انتباهي ما جاء على لسان ممثل دفاع دولة الاحتلال من الدعاءاتٍ حاول من خلالها تحميل الدولة المصرية ولو بشكلٍ غير مُباشر مسؤولية عدم موريور المساعدات الإغاثية عبر معبر رفح إلى سكان قطاع غزة وهي الدعاءاتٌ مرفوضةٌ جملةً وتفصيلاً ولا تعدُّ سوى أن تكون كذبًاً محضًا بل وتُجافي واقعًا ملموسًا يشهد عليه المُجتمع الدولي عن الدور الحثيث للشعب المصري بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيادة سيادته في حل النزاع الدائر من ناحية والحد من معاناة أهالي قطاع غزة من ناحيةٍ أخرى وعلى دولة الاحتلال أن تعي جيدًا أنه بات لزامًا عليها أن تعيد النظر في سياساتها القائمة على تزييف الحقائق ولعب دور الضحية وامتهان القانون الدولي وأخيرًا على شعب فلسطين الأبي أن يتيقن بأن قضيته ستبقى حيةً بضمائرنا والصوت سيظل عالياً إلى أن يعود الحق لأهله حفظ الله مصر والأمة العربية جميعًا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته